دي خبرين مهمين في النادي الاهل خبر الاولاني خاص بامام عشور بكرة ان شاء الله اللي هو بقى بكرة الحد امام ان شاء الله حيكون فيه فحص طبي مع دكتور خالد شهيب عشان يبدأ يحط له البرنامج بتاع الاعداد يجري امتى يتحرك امتى وهكذا يعني فلسه ما تحددش النظام بتاع رمضان صبح خلي بالك النهاردة انت بتكلم رمضان اظن كانت المباراة يوم اتنين وعشرين فالنهاردة تلاتين يعني احنا دخلنا في الاسبوع امام امام عشور فالنهاردة دخلنا في الاسبوع التاني شان فيه ناس قالوا 15 يوم هيكون في الملعب لا احنا في الاسبوع التاني دلوقتي فيعني يعني كل عاز امام يرجع عن بارح مش يرجع بكرة يعني فبلاش الله يخليكم قصة لان الناس بيدا كده وبعدين تبدأ تسخن على اجهزة الطبقية وما رجعش ليه لانه لسه فدخل رسميا امام عشور في يعني الاسبوع التاني لكنه الامور مبشرة جدا وربنا ربي يشفي ويعافي وما تحطوش بقسطورة كتير بقى كفاية هو نفسه بالدائق لما بيشوفها يعني فكفاية الله يخليكم تمام كده حمز علاء حرس الاهلي الموهوب وحرس المنتخب الالومبي كان فيه كلام كتير انه جاله عارض من نادي سان جلواز البلجيكي مصدر داخل نادي الاهلي قال لهذا الكلام لم يحدث لكنه حرس موهوب خلي بال حضراتكم وحمزة لو لعب هتلاقوه بشكل رائع جدا يعني وانا بعوده بأكد تاني الاهلي عنده ما شاء الله حراسه الكبار عنده كبيرهم محمد الشناوي وعنده الواعد مصطفى شبير وعنده الواعد حمزة علاء وعنده الواعد مصطفى مخلوف وعنده العارة المحمود الزنفولي يعني ما شاء الله الحتة دي مؤمنة ومبشرة في النادي الاهلي عشان بس ما حدش يفضل يتكلم كتير على المنطقة دي وسام ابو علي بيتمرن كويس وحالته جيدة لكن في النهاية الاهلي عنده اجازة اللعيبة بتوع منطخة بمصر خده ثلاثة يام اجازة واللعيبة العاديين خده ومين انا مبارح قلتلكم بحكم كده معرفتي بطريقة مارسل كولر مش هدي يقلم من يومين اجازة اده ومين وده للدولين ثلاثة يام يعودوا بقى يخدهم سبت وحد واثنين بقى يرجعوا ثلاثة اربع خميس يتمرنوا بعدين يبقوا جاهزين لمباراة العودة باذن الله والمباراة السابقة الاهلي مش هلاقي ظروف اصعب منها على الاطلاق يعني فاللعيبة يعني كان اللفعونها بجد يعني كان اللفعونها وكتر الف خيرهم على اللي عملوه في مباراة الزهاب والفوز على سنبا وده الفوز الوحيد في كل المباراة التي لعبت يعني مفيش فيش حد تاني يفاز يعني فوسام ابو علي اقرب جدا جدا لكنه حسب ما حيقول مستر كولوريان